ولا تزال جعبة المركزي تحمل المزيد من المفاجآت ففي قرار غير متوقع بل وصادم للبعض وضع المركزي المصري حدا اقصى للادارات التنفيذية في البنوك العامة والخاصة والاجنبية بواقع تسع سنوات قرار يعني عدم استمرار تسعة رؤساء للبنوك في مناصبهم من بينهم رؤساء البنك التجاري الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك البركة مصر والبنك العربي الافريقي ليثير القرار موجة من الجدل في القطاع المصرفي بين من يرى بان مثل هذا القرار يعود للمساهمين في البنوك ولجمعياتها العمومية ومن يؤكد بانه حق اصيل للبنك المركزي في اختيار ادارات البنوك وتحديد مدد بقاء هذه الادارات البنك المركزي من حق انه ينحي اي حد بس بقرار مسبب واللي عنده تظلم من القرار له ستين يوم يقدر يعترض عليه لمدلس ادارة البنك المركزي فالمادة 43 منظمة المسألة دي يعني انا شايف المسألة ياخدوها في اطارها القانوني يعني البنك عنده اسباب شايفة اسباب فنية انه عاوز يجدد الدماء زي ما بيقول البعض والبعض الاخر ده تدخل من البنك المسألة للجمعيات العمومية لكن القانون بيدي له هذا الحق لانه بيأخذ رأيه في هؤلاء الاعضاء ولكن جعبة المركزية المليئة بالقرارات والمفاجآت حملت قرارات اخرى تخص القطاع المصرفي كان من بينها بدو اجراءات بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجية وطرح حصة تبلغ 40% من البنك العربي الافريقي في البورصة قبل نهاية العام الحالي اضافة الى طرح حصة 20% من بنك القاهرة عبر زيادة رأس ماله هو بنك القاهرة طبعا احنا لازم نقول ان هو مر بفترة مردية وكان هيدمك في بنك مصر وبعدين عملنا على انه يعني وكان هايباع في وقت من الوقت زي بنك اسكندرية فعملنا له كيان دلوقتي واصبح بنك قائم بذاته من البنوك التجارية فلازم نزود رأس مال ولازم تتزود لازم يطرح نسبة من رأس المال في البورصة وتزيد رأس مال للبنك هنبدأ ببنك القاهرة في الزهن ومحافظة بنك المركزي مركز على سوق الاوراق المالية او سوق المال بشكل اكتر حتى من اللي عاملين في سوق المال لانه هو برضو بيتعامل مع المسألة بالذكاء انه لو فيه ضخ استصمارات في سوق المال ده هيعمله ضخ اجنبي او نعملة اجنبية هتساعده كتير جدا في بناء الاحتياط زي ما كان موجود الوضع في الفترة قبل 2010 ويسعى البنك المركزي لزيادة تدفقات النقد الاجنبي ليس فقط لرفع احتياطيات مصر الدولارية ولكن ايضا لسداد ما عليها من التزامات دولية حيث تلتزم مصر بسداد مليار دولار لقطر خلال شهر يوليو المقبل اضافة الى نحو 800 مليون دولار من ديون نادي باريس يسين الجهري سي ام بي سي عربية القاهرة